اشتركوا في القناة التطبيق يمكن لك من خلال الاستغناء عن شراء اي شيء يعني هذا التطبيق الذي يحول هاتفك الى قمت بتجيبتي على مجموعة من الهواتف مجموعة من الهواتف يعني الصينية وشغال 100% بالتالي سوف نشرحه في هذا الدرس احبابي في الله سوف تجدون الرابط اسفل الفيديو سوف اشرحه على هاتفين حتى تشاهدون ماذا فعاليته ويشتغل مع أي نوع من الهواتف أو لا يعني أي نوع عفوا من أجهزات التلفاز تستطيع التحكم بها بالتالي سوف تقوم بفتحة للتطبيق بعد ان تقوم بتحميله ثم تضغطون على باموس يعني هيا بنا ثم هنا سوف يطلب منكم يعني التطبيق ان تقوم بإدخال الرمز البريدي الخاص بمنطقتكم بالتالي سوف اضع الرمز البريدي الخاص بمنطقتي هذا الشكل ثم تضغط على هذا الخيار ثم تختار هنا اي شيء تريدو مثلا موبيستارك أتالونيا هنا عليين تختار اي شيء ثم تضغط على الاقص بعد ذلك تنتظر قليلا لحين مهتم تشجيل الدخول الى هنا يعني تختار عمرك يعني بهذا الشكل ثم تضغط على الاقص ثم بعد الضغط على النيكس يقول لك التطبيق تأكد بأن جهاز التلفاز الذي تريد التطبيق عليه بأنه مطفي بالتالي سوف نقوم بالضغط هنا على أساس أكيد بأنه مطفي ثم بعد ذلك سوف يتم تشجيل الدخول إلى وجهها بهذا الشكل تختار فيها نوع جهاز التلفاز الخاص بك في حالتنا شخصيا سانسونج كما سوف تشاهدون ثم هناك أنواع كثيرة من الأجهزة الجي إلى غير ذلك توشيبا تونسون علي جميع الأجهزة التلفاز سوف تجدها بعد اختيار جهاز التلفاز الخاص بك تضغط على النيكس ثم انتظر قليلا وسوف يطلب منك التطبيق أن تقوم بتشغيل التلفاز بواسطة هاتفك بالتالي سوف أضغط هنا وانتظر وأشوف إذا تم تشغيل التلفاز أو لا لاحظوا معي بأنه تم تشغيل التلفاز بالضغط على يس ثم تنتظر قليلا سوف تنبتق لك نافذة بهذا الشكل تضغط على هذا الخيار وانتظر قليلا تختار هنا يعني هذا الخيار الأول ثم تضغط على النيكس كما سوف تشاهدون وانتظر قليلا إلى غيرت يعني أن يدخل إلى هذه الصفحة تضغط على كنال هنا ثم تضغط على يس كما سوف تشاهدون ثم تلقائيا سوف يتم تشغيل الدخول إلى واجهة بهذا الشكل تضغط على هذا الخيار الموجود هنا كما سوف تشاهدون وسوف يعطيك يعني لوحة التحكم أو يعني واجهة بهذا الشكل من هنا يعني يمكنك أحمد في الله أن تتحكم في جهاز التلفاز الخاص بك يعني فإذا ضغطنا على تيفي هنا كما سوف تشاهدون تيفي أستطيع الحين يعني رفع الصوت الخاص بي لاحظوا معي يتم رفع الصوت واستطيع خفض الصوت أيضا كما سوف تشاهدون لاحظوا معي بأنه يتم خفض الصوت وأستطيع أيضا يعني التغيير بين القنوات لاحظوا معي ثم تغيير القناة أضغط مرة أخرى ثم تغيير القناة كما سوف تشاهدون أستطيع الدخول إلى قائمات ميني يعني كما سوف تشاهد نضغط عليه تنباتيق لكناف إذا هو على ساس الخروج منها أضغط مرة أخرى عليها لاحظوا معي إلى غير ذلك أرفع الصوت مثلا بالتالي فهو تطبيق جميل جدا كما تشاهدون يحول تفكيل ريموت كونترول خاص بالتلفاز طيب يعني سوف أقوم بتجربتي أيضا على التطبيق أو الجهاز الآخر سوف أقوم بتشغيلي مرة أخرى لحين ما أصل إلى آتي المرحلة فأنا شخصيا سبق لي وأنشأ قمت بآتي الأشياء جميعا التي شرحناها في هذا الجهاز سوف أضغط على أوكي هنا أليس سوف أقوم بالدخول مرة أخرى أختار يعني جهاز سامسونج مثلا ثم أضغط على أوكي نفس المراحل أقوم بتشغيل وإدفاء الجهاز كما سوف تشاهدون تم إدفاء ووائد شغيل الجهاز التلفاز أؤكد للتطبيق بأنه تمت العملية بنجاح ثم أنتظر قليلا أضغط هنا مرة أخرى ثم اختار الاختيار الأول كما سوف تشاهدون ثم أضغط على نفس المراحل التي شرحنا أضغط على نفس المراحل التي شرحنا تقوم بالتطبيق على أي هاتف نضغط هنا والحين يعني يعطوني ريموت كونترول أستطيع رفع الصوت لاحظوا معي أنه يتم رفع الصوت أقوم بخفض الصوت لاحظوا معي بخفض الصوت أيضا كما سوف تشاهدون أدخل إلى قائمات ميني مثلا سوف أضغط دائما تضغط على تيفيو ناوت أضغط على قائمات ميني لاحظوا معي ثم الدخول إليها أقوم بالخروج منها أرين هناك مشكلة أقوم بالخروج منها مرة أخرى ثم الخروج منها والدخول منها يعني كما سوف تشاهدون أقوم بتغيير القنوات لاحظوا معي بأنه تم تغيير القناة أقوم بتغييري مرة أخرى يتم الاستجابة بشكل جيد أحباب في الله بالتالي هذا التطبيق جميل إذا كنت تريد يعني تجربتي على هاتفك الأندروي إذا عجبتك الموضوع لا تنصدقت على اللايك ومشاركتي مع صديقيكم حتى يستفيد الجميع والاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات واعتذر بأنه التصوير شوية كان في حركة لأنه كما ذكرت فقط وانكسر لي يعني التريبلي وعلى الانتظار يعني الشراء واحد آخر اليوم على الصباح علينا أراكم إن شاء الله في مواضع جديد دائما كما ذكرت الزيارتنا على موقعنا دول الفيديو الهي 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 لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات في أمان الله ترجمة نانسي قنقر